اشتركوا في القناة وكان من المفترض أن تقام مباراة كأس السوبر التركي اليوم بين جلت سراي وفنربخش على ملعب الأول بارك في المملكة العربية السعودية وتأخر انطلاق اللقاء في النهاية بعد كان مقرر له في السامنة إلى ربع مساء بتوقيت القاهرة التساع إلى ربع مساء بتوقيت مكة المكرمة ولم تصل البعثة الخاصة بفريقي جلت سراي وفنربخش إلى ملعب المباراة لرفض السعودية عصف النشيد وحمل لافتة خاصة بمصطفى كامل أتاتورك وبحسب ما ذكرت التقارير انسحب بعد ذلك المنظمون من أرض ملعب الأول بارك مع عقد اجتماع عاجل بين اتحاد كرة القدم التركي ونزير السعودي ونشر الاتحاد التركي منذ قليل بيانا رسميا باشتراك مع ناديا جلت سراي وفنربخش يتم الإعلان عن تأجيل مباراة كأس السوبر التركي وتقرر تأجيل مباراة كأس السوبر التركي الذي كان من المفترض إقامته اليوم الجمعة إلى موعد لاحق بسبب بعض المشاكل في التنظيم بحسب ما جاء في البيان الرسمي كما وجه الاتحاد التركي في بيانه الشكر إلى اتحاد كرة القدم في السعودية والمؤسسات المنظمة ذات الصلة على جهدها في تنظيم بطولة كأس السوبر هنا نكون وصلنا إلى نهاية خبرنا دمتم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته